مكناس 21 مارس 1727 بعد 54 سنة من الحكم المغرب مستقر وموحد وقوي السلطان مولي إسماعيل الذي يقول المؤرخ عبدالهادي التازي في تقديمه الكتاب المنزع اللطيف أنه واحد من أعظم أربعة ملوك حكم المغرب على الإطلاق بجانب علي بن عبد المؤمن القومين موحدي ويوسف بن تشفي المرابطي وماسينيسا الأمازيغي سيحس أنه صافي الموت قرب منه وما قالوش قد ما فات فغادي يستدعي وزيره ورجل الثقة لياله أبو العباس ليحمدي الاستشارة أخيرة هو ما بجوج ما غاديش يكونوا عارفين أنها غادي يكون لها تأثير الفراشة على كل ما هو آت من مستقبل للمغرب فعدد 116 من مجلس دعوات الحق اللي كتصدرها وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية انقدروا ونقرار شنه كان في هذه الاستشارة وشنه وقع بالضبط في ذكر اللقاء للسان السلطان موليس الإيمان شنه دخلوا هو بالموضوع حيث هو ولد محمد ولد عبد الله ولد مولا إسماعيل غادي يروي هذه الحكاية في مجلسه سنوات من بعد وغادي قلنا أن المولى إسماعيل طلب من وزيره أنه يرشح للأصلح من ولاده اللي قدر يكون خليفته من بعده لكن الوزير عوض ما يجاوبه بجملة اللي بارك في عمر سيدين تالي كتعرف في حل كي يدفو الوزراء دير دابا كان أكثر صراحة وقلوا أنه لا ولد لك لتقلده أمر المسلمين وأن الثلاثة من ولادك اللي كتستحق الحكم اللي هما المولى محمد العالم والمولى محرز والمولى مأمون قبضهم الله إليه العجيب في الموضوع هو أن السلطان غادي وافقه رأيه وغادي يموت بدون أن يعهد لتحد من ولاده أبو القاسم الزياني غادي ينفرد ويقول في كتابه البستان الضريف في دولة أولاد مولاي شريف أنه لا راح أهد الولده أحمد المعروف بالذهبي وعليها هولد ولا من بعده لكن أغلب المصادر في حال الاستثقاء الناصري والجيش العرام الممدي الكنسوسي سيؤكدون نفس الشي ويقولون أن المولى إسماعيل مات دون أن يأهد لأهد وأن هذا القرار هو الذي تسبب في حرب أهلية مغربية دامت 30 سنة حيث أحمد دهبي الذي أرجع السلطان العلوي الخامس الذي يجلس على عرش المغرب بعد جده مولاي شريف وعمامه محمد والرشيد ثم أبوه مولاي إسماعيل أخوته لم يتركوا في الحكم طال عليها عبد المالك ثم عبد الله المصادق محمد وعلي زين العابدين وبقوا كل واحد يخلع فخور كل واحد كان بغير يكون هو نفسه السلطان على المغرب وإذا زدنا على هذه القضية أن عدد أولاد مولاي إسماعيل كان أصلا خرافي وموسوعي حيث صاحب كتاب البسان الضريف قلنا أن أولاد مولاي إسماعيل كانوا أكثر من 500 من الدكور ومثلهم من الإينات وهذه أقل الحاجة يمكن تلقاها حيث مؤرخين آخرين قدرهم بكثير من ألف عين تخيل هذا العدد أولا ستخيل أنك تسميهم كاملين وأنك إذا تتلقى كل واحد فيهم في النهار تخيل ثلاث سنين تخيل معركة الويراتة بينتهم كيف كانت كل شيء ضد كل شيء أبناء الأم الوحدة ضد الباقين في الأول في حالي قلنا تولى أحمد ذهبي لكن خاه عبد المالك دغيا عزله بمساعدة عبيد البخاري وتولى هو لكن أحمد ذهبي رجع وتاني انتصر على خاه وسجنه لكن مات فجأة ومن الذي أحس بالموت خنق معه عبد المالك لكي لا تولى الحكم من بعده فجاخهم عبد الله لكن عوتاني ظهر عليه المصطدي لثلاثة المرات هو يعين سلطان ويتعزل ويرجع عوتاني المولى عبد الله أخلاص عينه والتعزل استر المرات وفي تعيينه الأخير قبل ما يموت بسنتين كأن عدم الاستقرار والقتل والنهب الذي كان منتشرا في مغرب ما بعد المولى إسماعيل لم يكن كافي جاء زلزال لشبونة في عام 1755 ليجعل الأمور أسوأ زلزال تعتبر الأكثر تدميرا في التاريخ والذي رغم أن اسمه يمكن يجعلك تعتقد أنه كان في البرتغال إلا أنه في الحقيقة كان مركزه في البحر الذي بينه وبين المغرب هذا الزلزال ضمر مدن كاملة في المغرب محى مدينة الدف البيضاء من الوجود وتسبب أمواج علوها قدر بشحال أكثر من كيلومترين عليابي صفطنجة تخيلها ضمر فاسة في باطن وإذا كنت تسائل على شكل صومعة حسال العجيب فهذا الزلزال هو اللي ضمر الأعمدة والمئذنة لها ورغم ذلك لم تستقر الأمور إلا بوافاة عبد الله بن سماعيل وتولي ولد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الحكم اللي استتب الأمن في البلاد وخلت الدولة تسترجع بعض عفيتها لكن وخاها هكذا ما رجعتش نفس الدولة اللي كانت وخليني نشرح لك علاش والهكين قبل منها أجين بدون من الأول إذا كان المغرب دابا في 2020 داير هكذا فهذا مغرب عهد مولا إسماعيل هكذا خلاه وإذا كان يجيبك الله أنه ورثه هكذا أو أنه سيحفظ عليه فخليني نرجع بك شوية للمغرب اللي كان في ولدته هذا مقسم ضعيف فقير تتنازعه الإمارات المتناحية التي تقسمت المغرب بعد مقتل محمد الشيخ آخر سلطان سعدي في مراكش ومشيغة هما المدن الساحلية دياله وفحل طنجة أصيلة العرائش المهدية الجديدة زيد عليهم سبتة ومليلية وبادس كامل محتلين من الأوروبيين زيد عليهم مجدد الذي أخذوها الأتراك ووصلوا تتوان التي استقلوا بهم القراصين الموركسيين وإذا لم يكن هذا شيء كافي لك فلا يسماعي نفسه التولد في الأسر يلا أقول لي لماذا حيث باش شريف بن عالي من الذي قام بالدعوة له في سيجي الماسا حاربوه استملاليين وخذوه أسيرة عندهم فسوس عملوه باحتيرام وعطوه جارية لكن خلاوها عندهم سنوات طويلة وتم تزاد ولده إسماعيل وما تلقوه حتى ولده محمد بن شريف لتولى الإمارة بعد بره دفع في ديال خصومه دولة المولى محمد كانت أقوام بره هي ما قدرت توحد المغرب لكن قدرت توسع في الجنوب والشرق وستجعت وجدة ووصلت حتى لتلمسان في الجزائر لماذا نعود لك هذا شيء؟ حيث والي الجزائر سيرسل وراء هذه العمليات رسالة غاضبة المولى محمد بن شريف مذكورة في كتاب تاريخ الضائف لكي هبنا فيها هي واحد جملة غريبة سيقول فيها ما معناه أنه عندك يجبك لله أنك أنت المقصود بما كتب في كتاب البوني وبن الحاج ورسالة أهل سبتة العبد الحق الماريني ما زعمه؟ ما كلاشاه؟ أنا نقول لك هذا الكتب الذي يهضر عليها الوالي العثماني كتتحدث على نابوءة كانت منتشرة في المغرب الكبير في ذلك الوقت كانت تنبأ بظهور زعيم شريف سيخلص البلاد من التهديد المسيحي والاحتلال التركي تنبؤ قد ما هو غيبا للأقدابة خيالي قد ما هو كيعكس حجم الترقب في نفوس المغربة ذلك الوقت وتطلعهم للوحدة والاستقلال لكن فعلا ما كان هو المخلص كان على المغربة أنه ينتظر سنوات أخرى حيث المولى الرشيد سيطور على خهل مولى محمد وفي معركة بينهم سيقتل الثاني ويأخذ المولى الرشيد ما كانوا على رأس الإمارة لكن نوع عوض ما يبقى ماشي نحو الجنوب والشرق في حال الخاه سيزحف نحو قلب المغرب وتما سيبدأ الإمارات تسقط على يده وحدة تلو الأخرى من الريف تل مراكش والجنوب التي قامت فيه ثورة تدخوته لكنه في الأخير في الستسنين التي هي مدة حكمه قبل ما يتوفى بحادثة تسقطه من حيصان كما قال يفرني في كتاب روضة التعريف قدر يوحد أغلب المغرب تحت سلطه قتله فقط المدن المحتلم الأوروبيين لدورها موصل تتولى خاه المولى إسماعين لكن قبل منها كان الطريق طويلة كان على السلطة الجديد أنه يواجه بعدها المعارك التي كتبان عند وفاة كل سلطان في المغرب معارك الويراثة حيث باعة السلطان إسماعين لم يكن لديه مغربة متفقين عليها وطبعا لم يكن لديه الخصوم يجعلها تمر بسلاسة في السنة الأولى ظار عليه ولد خاه بن محرز في الجنوب ثورة دامت 14 سنة صارت فاس كيف ما يقولنا النصري في الاستقصى ورجح الخضر غيلان من الجزائر ونزل في الشمال في تتوان مدعوما من الأتراك ومن الآن من النقسيس نحن عارفين دابا أنه قدر يفوز عليهم كاملين لكن بعدها ما هو هذا غيلان الذي كان شاد الشمال بعده وإذا كنت في حالي منطنجة أسبق لك زورتها فأنت غالبا مريتي بقصمة مهدمة اسمها قصبة غيلان هادي في منطقة مالباطة هو ابنها بعد ما تولى القيادة في الشمال ورمد تقتل العياشي مقابل أصوار طنجة التي كانت في ذلك الساعة محتلة من الإنجليز والذي لم يقدر يحضرها لكنه قدر أنه يقود المغربة في معركة شهيرة اسمها معركة طنجة جرات قرب مواد ليهود في نكين دابا حي بن ديبان وحي الجيراري عام 1667 معركة انتصرنا فيها على الإنجليز لكن ما يوقع بعدها هو أن غيلان أثناء زحف المولى الرشيد نحو الشمال نهازم في المعركة أحده هرب الأصيلة ومنها صافر جزائر بحثا عن دعم عند العثمانيين ومرجع تتولى المولى إسماعيل للحكم فكان لابد أنه يتواجه مرة ثانية مع العلاويين وين هازم وهذا المرة يخسر إمارته وحياته للسلطان الذي كان جاي لكي يحقق ما عجز عنه هو طوال سنوات يحرر طنجة لكن وخا بداية السلطان مولى إسماعيل كانت متعثرة وهذا مفهوم في مغرب عاش في الفوضى والانقصة سنوات طويلة الذي جاء من بعد كان استثنائي في تاريخ المغرب حيث هو كان أول سلطان مزامن بعيد يتخذ عاصمة المغرب موحد من غير فاس أو من راكش ومن شبه المدينة صغيرة حول مكناس لكي تكون منارة للمغرب بعد مجلب لها مهندسين وعمل مهارة ومعهم تأسر أوروبيين خدموا وماتوا في ظروف غير أدمية ورواها بعض الأسرار التي استطعوا الناجات في حل الفرنسي جيرمان مويت في كتابه رحلة الأسير بكل المبالغات التي ينفذيك الكتاب بدون هذا ما يمنع ما أنهم كانوا أسرى تتلقوا معاملة شبه حسنة وقدروا أنهم يتسلقوا المراتب في الجيش الإسماعيلي حل الإنجليزي طوماس بيلو الذي يرويف كتابه أنه كان في المغرب الساكن ومتزوج وعنده أطفال وأنه وصل لأنه أصبح قائد على كتيبة في الجيش الإسماعيلي صافت حتى تواتف الجنوب الجبايز الضرائب لكن بعدها من جاء هذا الأسرى؟ ما وصل الأوروبيين يكونوا عبيدة لدينا يعني العبيد في العرف يكونوا من إفريقيا جنوب الصحراء الأسرى جاءهم قراصنة سالة وتيطوان كانوا كينين قراصنة خارين في مدن أخرى حيث القرن السبع عشر كان هو عصر القرصنة بامتياز مشيغة في المغاري في العالم بأسر لكن هجوج المدن يبقوا الأشهر خصوصا سالة التي يمكن أن تضرع لها في حلقة خاصة بوحدها ونتوسع فيها أكثر القراصنة المغربة هجموا السواحل لإسبانيا القريبة لدرجة أن الكاتب الإسباني الأشهر سيرفنتيس عنده وصف يقول فيه أنه حين كانت الشمس كتغرب في إسبانيا كانت تشرق في تيطوان لكن هذ القراصنة أيضا صافروا طافوا العالم وهجموا مناطق بعيدة قرصان شهير في حل بن عائشة الذي غيرجع فيما بعد سفير المولى إسماعيل في فرنسا هاجم إسلندا والدنمارك وكان مسجون كان يجيبوا معهم أسرة يبيعهم أو يسنوا شي حد من أهلهم يفتديهم بالفلوس في البصانة الضريف سنقعوا أن عددهم كان في نهاية تعهد المولى إسماعيل ليقدر بـ 25 ألف من الأوروبيين في الأسر هذا سيكون لديه ببعده كيف تجمع هذا العدد كامل أنا أقول لك المولى إسماعيل من اللي استقرط له الأمور فرض على القراصنة شروطه شي حاجة تشبه التأميم ذلك اللي معناه كان أنه عوض لا تمشي بسفين تكتع ترضي اللي بريتي وتدير لي مشاكل مع هذا وهذا وتجي تبع لي الأسرة والممتلكة من اللي بريتي في حال الذي كان يوقع في عصر الفوضى لا سيدي سترجعوا موظفين عندي ستخرجوا بموافقتي من الميناء وأنا بحدي الذي عندي الحق نشر الأسرة منكم وبالثمن الذي نحدده هنا فانتظار الفيديا وستهجموا غالي لا يوجدوا مؤهدة معايا مثلا في هذا الاتفاق الموقع بين مولا إسماعيل وهولندا الموجودة في مديرية الوثائق الملكية سنرى أنه يرجع ممنوع على القراصنة أنهم يقربوا من مراسي ومراكب الهولنديين هذا خلت الدولة يرجع عندها عدد هائل للأسرة الأوروبيين أو العلوج كيفما كانوا يتسمون في ذلك الوقت ورجع المولى إسماعيل يستعملهم لمبادلتهم بالأسرة المسلمين الموجودين في أوروبا في حال التي تقلنا رسالة السلطان للملك الإسباني فيليب الخامس التي أرسلها من أجل تحرير السجين الجزائري في إسبانيا مقابل أنه يحرر واحد من عنده إسباني وكي يفتح قوس بمناسبة الرسائل يوجد حاجات تبتين في قه رسائل المولى إسماعيل للملك الأوروبيين تقدر تبيلك قليلا من شخصية السلطان بعيدا عن الصورة النمطية التي رسمها للمستشريقين أنه شخص برباري متوحش متعطش للدماء وشهواني واحد أنه كان يبدأ رسائل ليلو كامل بطابع يحمل اسمه إسماعيل بالشريف الحسني وبجملة سلام على من تبع الهدى وهي نفس البداية رسالة الرسول محمد له أقل جمعها هنري دي كاستري في كتاب ورسلها السلطان مولي اسماعيل الملك إنجلاتيرا المخلوع جيمس الثاني التي أطاحت به الثورة المجيدة عام 1688 في إنجلاتيرا والذي اختر المنفى الفرنسي يدعيه فيها الإسلام ويحرض إلى برتغال لكي المغرب يستطيع يدير معه عمليات مشتركة تساعد ويرجع بها الملك من قدر الأسرة الأوروبية السلطان كان يستعملهم أيضا طال الضغط من أجل تحسين علاقة مع دولة فكتلق عدد منهم كبادرة حسنية منه أو كان يستعملهم في مشاريع البناء أو لتجنيدهم في الجيش جيش عبيد البخاري كيف عبيد البخاري يمكن تكون فهمت مكتب التاريخ أو تم اسمهم أنهم عبيد كانوا في الجيش وأنهم ببساطة كان يقسموا على صحيح البخاري بأنهم يبقوا أوفية للسلطان لكن الأمر كان أعمق وإذا أريد الصراحة فهذا الحادثة كانت مزلزلة للمغرب والمولى إسماعيل التي تعود أن التحجة لا تقف وجه جبار عالم شهرة طافة الآفاق وقف وجه ومصرد رسالة رسالة لو أدرت لها كوب كول دابا وصرد تهاية نفسها فغالبا ستوحشك لكن رغم أن المولى إسماعيل كان يقتل الأسباب أبسط من هذا موقع له هذا العالم كان هو الحسن ليوسي وخليني نشرح لك سبب الرسالة قبل ما نقول لك المولى إسماعيل قرر أنه عوض ما في كل مرة تنتقابل التصور خاص يجمع قبائل مخزنية ويأدبها بكل المفاجآت التي تقدر توقع له في الطريق قال سوف يدير حسن عقلت على التأميم الذي هضرنا عليه قبل وهو نفسه سيعوده أسيدي الدولة بحدها التي لديها الحق في السلاح والقبائل كامل تسلم السلاح التي لديها ستقول لي واذا سيحارب هذه الساعة في حالة الغزو الأجنابي المولى إسماعيل قال لهم الدولة قالوا له بش القبائل لا تماما هذا كان المولى إسماعيل جمع قاع العبيد الذي كان في البلاد ودار بهم جيش خدمته الوحيدة هو أنه يقاتل يكون متوفر مستعد محترف ومتفرغ لكن المشكل لم يكن هنا المشكل كان أن عدد العبيد الذي يجمعه لم يكن كافي فالسلطان قرر أنه حتى الحرطانيين الذين عبيد سابقين تحروا كان يطابق عليهم نفس شيء على العبيد وهذا لما تقبله العلماء وما تقبلوش الحسن ليوسي أنك تستعبد واحد حر فنضط قرباله نكملو في الجزء الثاني يتبع